السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول اذا اردت ان اعمل برنامج يقوم بالتحقق من الامثال للمعايير بناء على معلومات مأخوذة من الريفت. هو البرنامج اللي يكون ببرمجته سهلة بالنسبة للمبتدأ المبتدئ. طيب لو احنا متكلم عن الريفت يبقى احنا متكلم على لغتين برمجة. عندنا السي شرب وفي البيسون وفي لغة تانية بس يعني مش هتلاقي لهم شرحة كتير زي مثلا الفيشل بيزيك للريفت الشرح بتاعه الليل. فركز السي شرب او البيسون او ممكن بالدينامو بتعمل الموضوع دوت. اول فكرة كلها ان بقى في واحد الاكواد انت عايز تأكد الاكواد دي تتعملت ولا لا فممكن تعملها بالدينامو او البيسون او السي شارب بتبدي تحطه معندلات معينة تتأكد منها لو في غلط ممكن يعملك في اسكادول الحاجات دي ايه الصحة ايه الغلطة اللي فيها. بس هي الفكرة كلها ان انت تبقى عارف معك الاكواد وعارف ان الاكواد اللي هستخدمها ويكون عندك خبرة في البرمجة يعني لو انت عايز تدخل تبرمج جوة الريفت لاز ما تدخل عسيس ما ينفعش رد تتعلم المتغيرات وتتعلم الحاجات ديه وانت شغال في الريفت هتلمسك تايه لأ حاول تعمل برنامج ديسك توب مثلا تخد لك دولة سي شارب من اول الاخرة ولما تخلصها تبدأ تشوف موضوع الريفت